انت صعدت قمة ثاني أكبر قمة الجبل ليس ثاني أكبر هذا انتشر المعلومة غلط ثاني أصعب قمة صعوبة ثاني أصعب قمة عم تحقق المستمع أريدك تقصلي القصة من البداية هذه القصة بالذات وهذه صورتك فوق القمة أنا أريد أن أفهم هذه القصة من بدايتها ونهايتها وثاني أصعب قمة في العالم شون تقررت تصعده كانت طويل عمر داشت مقابلة تلفزيون على الموضوع تحقيق الإنجاز هذا 2019 بطل أبطال العالم مقابلين تلفزيون لكويت وطلع شخص من هالستيديو قال لي أنا أبيك موضوع ممكن أخذ رغمك ما أعرف هالشخص هذا قلت ليه تفضل أخذ رغمي خذ رغمي بعد يومين دق عليه كان يقول لي أنا فلان فلاني عندنا مشروع وطني بنزل أكبر عالم بالعالم من فوق أم الجبل مشروع وطني خذ رغمي الحموس قلت لي يلا خذنا تقابل قال تعال حديقة الشهيد قاعدنا وش راح للوضع قال لي احنا مجموعة كويتيين فريق عمل كويتي بنروح بنصعد العالم وين بالنيبل جبل اسمه أما دبلم طبعا أخوك هنا صغير يوسف شطي ولا مرة تسلغ جبل فما ديش الطبخة أنا عبالي الموضوع سهالة جبل الصبية جبل كاظمة أرارت أي الأمور طيبة فعمياني يلا يلا خنروح خنروح ورحنا كويتيين كنا عشرة تقريبا رحنا وصعدنا الجبل ولا لا شنو صعدتوا الجبل طبعا من الكويت طرنا لنيبل كاتمندو هذي العاصمة من الكاتمندو بعدين مشينا ماشي لمنطقة طرنا فيها بطيارة وصلنا منطقة هذي بعدين مشينا يومين لين منطقة جبل أما دبلم اللي هو البيس كامب اللي هو الموقع الرئيسي ما للجبل عشان تبدي تصعد عشان نبدي نصعد هنا فأخذ مننا أربعة أيام من عاصمة نيبل كاتمندو ليه البيس كامب مال جبل أما دبلم هناك بالجبل هناك دريت إن هذا ثاني أصعب جبل بالعالم لماذا ما تدري ما أدري ما أدري ولا شي هذا الجبل من صعوبته أشخاص يصعدوا إفرست جبل إفرست اللي هو أعلى جبل بالعالم سبع مرات بس ما قدروا يصعدون هالجبل بتقول لي ليش هذا ثاني أصعب جبل ليش موضوع تكنيكل يعني صعوبة فنية فيه أغلب الجبال إنه يسمونا هايك يعني جنطة وتمشي مشي صعود عالي هذا الجبل لأ أنت من كامبون للقمة أنت متعلق على حبل تصعد لفوق تسلق فعلي على حبل أنت في الحبل أنت تموت ما في مشي يعني ما في جنطة وتمشي أنت تقريبا المسافة بالضبط تقريبا كيل وين ونص أنت تصعدها على حبل صاعد صعود شدي لفوق تخيل هذه صعوبة الجبل والفريق الكويتي إحنا المفوضة إحنا خمسة نروح أربعة ما كملوا ما قدروا ليش؟ من كامبون واحد قام يصار خراسي يعورني والأتتوت سكنس هذا مرض العلو فنزلنا ما قدر يكمل واثنين شاب ثاثة كويتين الله يحفظهم ما قدروا يوصلون وقفوا بنصف الدرب وردوا ما قدروا يكملون أنا الكويت الوحيد اللي وصلت كامبتو اللي هو الموقع الثاني وردينه هني اللي كان نيبالي اللي كان مشرف علينا حق يدلين الدرب قال خلاص هين الوحيد الكويت اللي راح يصعد يوسف الشطي الباجين قالوا احنا ما نقدر فصارت مسؤولية كبيرة تخيل من فريق كويتي بيصعد إلى بس يوسف الشطي بروحها والعلم طولة أمية متر وعرضها ثلاثين مقسم إلى ستة جزاء ستة جنات كل جنطة وزنها ثلاثين كيلو تخيل ايه فأنا شل جنطة وخمس نيبالي إن شاء الله للجنات الثانية وصعدنا وهذه الصورة هني لما نزلنا العلم أبيك الصعدة الحين لخيرة هذي صعبة وسهلة لا صعبة صعبة يعني بطريق من كامب اثنين لقمة في مرض يسمونه فروزن بايت أو شغلة شذية اللي تفقد أصابعي فروز بايت فهذا حاشني تخيل عوار ايه عوار مو طبيعي بس أشوى أنه كانوا إياي النيبالي الله يحفظ القايد سوى لي الانتراثر الأولية وحط لي فيه شغلات تكسرها دفايات اي بلا وتحطها داخل الكف مع الدس وسوينه طاق وشلي شي الحمد لله ردت إيه أموري طبيعية وكملنا وهو شرح لي إن أنت قاعد تقول هالسالفاتر المستبع ما يعرف شنو فروز بايت فكرة تتيمد إيدك تتيمد إيدك يوقف الدم دوران الدم تفقد الإحساس تموت العصاب مات الإيد يوقف الدم خلاص تنقص أصابعك إذا ما لحقت عليها إذا ما لحقت عليها تنقص الإيد أو الأصابع يعتمد لوين وصل للضرر من الفروز بايت هذا فموضوع مو سهل وفوق هذا كله أنا أول مرة تسلق جبل فتسلق هذا الجبل اللي بيلك تصاعد أنت أربع خمس إجبال قبله عشان تتعود على موضوع الأكسجين نقص الأكسجين على الارتفاعات الكبيرة ففي مرض اسمه altitude sickness مرض الارتفاعات هذا يصير ضغط على المخ ما يوصل للأكسجين أنت أنا ما تفقد الوعي ما تعرف شو يتحلوس ما تعرف شو قاعد تسوي euphoria ايه فتقط نفسك من فوق euphoria ايه تسوي اللي تسوي هذا حتى بالعمق بالسباح حتى بالعمق بالغوص بالغوص صح ما شاء الله حتى بالغوص يسمونه سكر العمق فتخيل هذا المعلومة لا أحد يدري عنها أنت أول مرة أعلنها أنا حاشني هذا فوق وصار بعدين علي خلاق طبي نزلت وهواش وقطيت الأكسجين من فوق الجبل وهذا كله مصور بس أنا ما أقدر الصور مو عندي والفيديوهات لأن الرعاة اللي هما كانوا مخذين هما عندهم السور مو راضين يعطوني إياها فتخيل لما نزلت camp 1 صار خلاق طبي بعدين ودوني إليه العاصمة بهالكيبتر علشان ننقضون حياتي فإن حطيت بوكسجين بالهالكيبتر ونزلت نزيل نشرح لي صرف هذا عشان ردكيني بس نشرح لي حين قولي شنو صار أنا حين صعت صعت ومو يطيبة صورت لا حين كنت أنا أوكي تمام هو المشكلة الناس اللي تعرفها لما تصعد علوم معين في ساعات معينة تقعد عليها أنا من كامب 2 للقمة خذت 10 ساعات ونفوض تاخذ 8 فأنا طولت بالوصول للقمة لأنه مفتدأ ما عندي طبيعي لا أنت زين وصلت إذا كل خير زين وصلت لما وصلت أنا ترى أول عربي بتاريخ العرب يوصل للقمة فيه اثنين عرب بس مو عرب جناسيهم كندية بس أصولهم ابنانية بس بالحكومة النيبالية أنا أول عربي يوصل حقا القمة هذه تخيل في 2019 بعدين 2021 فيه قطريين وفي إماراتين ما شاء الله بس تخيل من صعوبة الغمة هذه أول عربي فأنا من وصلت عشر ساعات وصولي مفروض خلاص انت الآن غمة معينة وصلنا 6,180 متر ماكسيموم لازم تقعد الزيادة مفروض تقعد عشر ساعات بس حدك حدك أنا قاعد لأن وصلت عشرة قاعدنا ساعة ونصفوك عشان نفرد العلم فكرة كلها عشان العلم إيه فهني أنا خلاص حاشني السكن حاشني المرض أنا ما أدري شنو صار ما أتذكر ولا شي بس كان ويانا الموثق اللي هو اللي كان يصور إليا كندي يقول لي يوسف هذه البدلة شفتها لبرتغالية شقيتها أنا حاولت أفسخها تخيل هذه البدلة وشقيتها انشقت وفي إيه هذه كلها ريش والريش قام يطلع ويو بيحطون عليه أكسجين وتهاوشت إياهم خذت أكسجين وقطيته من فوق قاعد أنت قوي معافر صار فوق وبالهواش قمت أنزل بالحبل كامب 2 كامب 1 وبعدين خلاص يعني أنا يعني يقولون أنت خلاص out فصار أخلاق طبي هلكيبتر أوت يعني أغمى عليك أغمى علي أخلاق طبي أكسجين وبعدين ودوني للعاصمة فأنت كنت تعافر معهم وقعد تنزل معهم عندك مشكلة مسلاح عادي كلمني عادي كلمني أبي أنزل خلاص فأنا ما أذكر يعني من اللي العلم ما أذكر ولا شي أذكر ليمن نزلنا عند الكامب بيس كامب هذا الرئيسي يعني لما حطوا عليه الكسجين ونزلنا بالهلكيبتر يعني ذكرت قمت أذكر قمت أخذ وعي فكانت مخاطرة كبيرة بحياتي بس بس الحمد لله سوينا شيء إنجاز كبير يعني طول عمري راح أذكر وإنت تصعد من بيس 2 إلى 3 صارت المسؤولية عليك أن أنا اللي راح أروح من بيس 1 من بيس 1 و2 والقمة أنا الكويت الوحيد اللي صعت بس شوف بعد كلها التعب هذا تخيل هذه المجموعة الكويتية وزعوا على نفسهم كنسور كورد وما عطوني يا أنا بعد كلها الانجاز اللي صار تخيل شون يعني بعد ما خلصنا من المهمة هذه ردينا الكويت مباركة وإحتفال وبعدين المسؤول عن الفريق هذا قال بنسجل الانجاز بسم الشخص الفلاني ليش بتسجل بسم الشخص شاقل هو اللي سوالنا رعاية قلت له رعاية الحدث هذه من مؤسسة حكومية النفط شاقل ايه هو مسؤول بالمكان فأنا برد للجميل قلت له لا يا حبيبي أنا بغي تموت يعني تخلي على أقل خل الانجاز بسم الفريق اللي رحنا الكويتين بالتعاون معي شاقل لا ما يسير وبعدين قلت له كيف أنا أنا ما رح أرضه بهذا الشي يعني شي مواقعي أنت تقول عمل وطني وشي للوطنية شاقل يتسجل بسم الشخص وفترقنا طافت لأيام يوم يومين سبوع سبوعين ولا يعلنون بحسابهم هذي الفريق توزيع شهايد جنس توزعت على الفريق كله إلا أخوك يوسف الشطي اللي هو الوحيد صعد أقل الجبل وخاطر بحياته ما أعطو لموضوع موضوع يعني أمور شخصية وحزازيات وحقد وحسد تخيل فهذا الواقع شون المؤلم لمن الناس بعد المرات تستخدم الوطنية عشان تحقق أحجاف هالشخصية أهداف مادية أهداف شهرة على صحة ناس أمثالي أنا ومثال ناس وايد مستغل باسم كلمة الوطنية إنه تعال شارك عمل وطني وينصبون عليك بهالمجال هذا اللي حبنا وديرتنا يعرفت فأنا من البودكاست مالك هذا أنصح كل الناس إنه لا يأخذك حب الوطن بدافع الوطنية إن الناس تستغلك أي شي ييك ادرسه لأنه ممكن يأثر على حياتك ممكن يأثر على مستقبلك ممكن يأثر على صحتك فلا تؤمن موضوع الوطنية في ناس قلبهم مو نظيف ويتستغل موضوع الوطنية لأهداف شخصية مادية شهرة إعلام فهذا حدث صار وياي أنا واقعي حاليا يعني من قبل ثلاث سنين بال2019 وأنت ما تحتاج سك علشان يبين وطنيتك ولا يبين أنت الناس كلها عرفتك ما تحتاج سك ولا تحتاج شايفة إذاك صدقني مو هالورقة هذة اللي راح تعطيك بس حلو أن توصل لك حلو بنهاية لك وحقك هذا صدقني مو هالشي اللي راح الحمد لله